جوحة وابنه والحمار ذات يوم كان جوحة يركب الحمار وابنه يسير فقال بعض الرجال ما أقصى قلب هذا الرجل يركب الحمار ويترك ابنه يسير نزل جوحة وركب ابنه الحمار بعد قليل شهدهما رجال آخرون فقالوا ما أقل أدب هذا الولد يركب الحمار ووالده يسير فركب جوحة خلف ابنه وبعد مدة رأهما بعض المارة فقالوا ما أقصاهما لذلك طلب جوحة من ابنه أن يساعده في حمل الحمار وعندما رأهما بعض الناس قالوا أحمقان يحملان حمارا عندئذ قال جوحة لابنه من يستمع إلى كلام الناس يتعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر